أسمح لي أن أبدأ بالضيف الكريم من القاهرة الدكتور أيمن دكتور أيمن بما أن اليوم هو اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء حينما نتحدث عن أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني قتلوا حتى الآن في غزة جراء القصف الإسرائيلي ما مردود ذلك على عالمنا بداية تحية كمال وضيوفك الكرام من كسادات والسادة المشاهدين المتابعين الكرام طبعا عندما نتحدث عن يوم عالمي للمنكوبين من الأطفال فهناك طبعا يوم عالمي خاص للمنكوبين في قطاع غزة بشكل كبير جدا يمكن أن نتحدث عن ما نستشهده أيضا من جرحه أكثر فاق العدد هذا بكثير أكثر من 25 ألف طفل جريح في هذه الحرب أضف إلى ذلك أن هناك يتام أيضا من منكوبين أكثر لأنه لا جزء كبير جدا والعدد يفوق العشرين ألف ولا أطفال جمعوا أشلاء أدويهم جزء منهم فقد أدوية أمام أعين وبالتالي هذه ستبقى جرح في الذاكرة لن تمحيه مهما ضال السنين وبالتالي كل هذه الأمور تصنع طفل طبعا يكبر قبل أبانه يتحول هذا الطفل إلى مقاتل رغما عنه في ظل هذه الظروف الصعبة بالتأكيد متحدث عن أطفال خارج جزء كبير جدا منهم في هوليكوست رفح ما شاهدناه جميعا حرقة جثابينهم الطاهرة من مشهد ومرأة من العالم أعتقد أن هذه الحرب كشفت بدون أدنى شك أن هذا العالم الظالم لا يعير اهتمام للضعفة في هذا الكون فقط هو يهم مصالح الأقوية وبالتالي عندما يتحدث عن يوم عالم للمنكبين وأطفال فلينظر العالم بعين الإنسانية إلى أطفال فلسطين وما يحدث لأطفال فلسطين هذه ليست الأحداث الأولى هذا تاريخ يمتد يمكن عندما يتحدث في ذلك أيضا يحدث هذا في الضفة الغربية ولكن بأقل عندما يتحدث في 8 شهور هناك 500 شهيد من الضفة الغربية يتحدث عن ربحهم من الأطفال إذن هناك سلسلة طويلة من الاسهدفات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وبالتحديد الأطفال بشكل أساسي وبالتالي أنا أعتقد على العالم الذي يريد أن يتحدث عن اليوم العالم للمنكبين يتحدث عن يوم العالم لأطفال فلسطين بشكل حقيقي وأن يصبح هذا اليوم يوم يخلد لجرام الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الحديث هنا ليس فقط عن إساءة المعاملة بالنسبة للأطفال لكن نتحدث عن أن الأطفال أصبحوا غير موبدين قد قتلوا بالفعل بالضبط أخي كمال هناك طبعا كما نتحدث عن 15 طفل بالحد الأدنى هؤلاء الذين استشهدوا هناك كما أشرت أكثر من 25 ألف طفل جريح كما أشرت أيضا هناك قرابة 20 طفل طبعا فقدوا دويهم هناك هذه الأعداد مهولة بصراحة في منطقة جغرافية صغيرة جدا وهذا عندما تحدث في غزة كما أشرت حمدت في الضفة الغربية الأمر لا يتعلق في معاملة بقدر ما يتعلق بقتل بشكل كبير جدا وهذا أيضا يجسد حالة أن أطفال فلسطين أصلا هم يسرقون حتى قبل هذه الحرب يسرقون الفرحة من بين ثني الموت والخوف وكل أجيال على مدار أكثر من أطعام أطفال فلسطين لم يعيشوا طفولتهم ومن حاول أن يعيش طفولتهم فحاول أن يعيشها بشكل طبعا بسيط والضحكة يمكن شيء غريب عندما يضحك أو يبتسم يقول وكان هناك خشية تانيات يشرر بعد هذه الابتسابة لذلك حتى أطفال فلسطين لم يعيشوا طفولتهم ولا حتى ابتساباتهم التي يبتسم بها كل أطفال العالم